تتجه شركات الطاقة اليابانية للتوقف عن استيراد النفط من ايران بشكل تام في غضون ثلاثة اشهر في ظل الضغطات الامريكية ووفق صحيفة نيكي اسيان ريفيو اليابانية فان شركات الطاقة في البلاد تستعد للتوقف عن استيراد النفط الايراني بشكل تام لغاية شهر مايو المقبل وقالت الصحيفة ان المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بين الدول البديلة المحتملة لاستيراد النفط منها لتلبية حاجة السوق الياباني واعلنت كبريات المصارف اليابانية الاسبوع الماضي وقف كل التعاملات المصرفية مع ايران اعتبارا من الشهر المقبل